وفي الجولة أيضاً الحصار كبير في أعداد السائحين في مدينة شرم الشيخ المصرية تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية الحصار كبيراً في أعداد السائحين المقبلين عليها وبينما يقول محافظ جنوب سيناء إن نسبة الأشغال في فنادق المدينة بلغت 20% يؤكد مدراء الفنادق أن النسبة أقل بكثير من هذا التقدير المزيد في تقرير مراسلنا محمد حميدة لم تشهد مدينة شرم الشيخ في تاريخها الحديث أزمة في السياحة كهذه بعد حدثة الطائرة الروسية فالمدينة تشهد تراجعاً كبيراً في أعداد السائحين الفنادق خلت شواطئها وخدماتها من السائحين بشكل كبير والأعداد القليلة التي تأتي إلى المدينة لا تكفي نسب الإشغال شبه الرسمية تدن من 20% إلا أن البعض يرى أن النسب أقل من ذلك بكثير بعد شهر نوفمبر 2015 بدأت القصة تتأثر طبعاً تأثير مباشر جداً إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع اللي حياتك شايفه بنتكلم من 5% لأقصى حاجة 8% لو في حاجة خاصة حصلة في البلد نوصل إلى 10-15% بعض المستثمرين فضل الإغلاق الجزئي أو المؤقت لفنادقهم لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف وبالرغم من أن ذلك يفقدهم الكثير من الكوادر المدربة إلا أن استمرار الانحصار السياحي عن المدينة يدفعهم لتسريح العمالة أو الإبقاء على الحد الأدنى منها برواتبهم الثابتة دون المتغيرة بالنسبة للدخل المتغير اللي أثر على المعظم الاصطف اللي موجود مش في القتيل أو في مجموعات كلها الفندقية بأثر عليها طبعاً 12% دي تأثرت تماماً أو بنسبة كبيرة النسبة كتابينج أو حاجات من دي دي تأثرت طبعاً معهم جداً أما بالنسبة للدخل السابت نفسه اللي هو البيزيك ساداري ده ما تغيرش تماماً أي حاجة فيه الحال لا يختلف كثيراً في الأسواق والتي تقدم الخدمات للسائحين فبالرغم من أن بعض المؤجرين يعطون فترات سماح للمحلات والبازارات أو يخفضون الإجارات إلا أن كثيراً منهم فضل الإغلاق برضو هنا ممكن الإدارة بتاعت الفندق ممكن بتتعاون مع الناس تقول يعني أمشي شهر أمشي شهر زي كده لكن في محلات بتوجه مثلاً أساساً عليها التزامات جامدة مثلاً زي في مارينة زي في السوق القديم زي تجار نحن فيه تجار أنا بجيب منهم حاجات روح تنزل تجار جهود حثيثة تبدلها الحكومة وأصحاب الأعمال لإعادة شرم الشيخ إلى خريطة السياحة مرة أخرى ويرى البعض أن الخطوة الأولى ستكون بعودة الطائرات الروسية والبريطانية والتي تمثل العماد الرئيسية للسياحة في شرم الشيخ فيه دور بتقوم بيه الدولة من خلال هيئة نشيط السياحة من خلال هيئة الاستعلمات وفيه دور كبير بيقوم بيه القطاع الخاص من خلال حضور المعارض سواء كانت في بورست لندن الولد ترافل ماركت سواء كانت في برلين سواء كانت في أي دولة أخرى زائد التسويق على المستوى الفردي من خلال الاتصالات بالأوبريتورز ما زالت مدينة شرم الشيخ تعاني بشكل كبير من انحصار السياحة الحكومة المصرية من جانبها تحاول اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة السياحة والطيران من بريطانيا وروسيا والمستثمرون بعضهم أغلق والبعض الآخر يحاول البقاء ولو لموسم واحد فقط لعل الأحوال تتحسن من مدينة شرم الشيخ المصرية محمد حميدة بي بي سي